تحياتي أصدقائي صديقاتي في كل مكان نرحب بكم مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية درسنا اليوم هو الدرس 39 من هذه السلسلة والذي سنتعرف فيه على زمن الماضي الناقص زمن الماضي الناقص في الصيغة الدلالية لأن زمن الماضي الناقص يوجد كذلك في صيغة أخرى وهي صيغة Le Subjunctive سنتعرف في هذا الدرس على ما هي استعمالات زمن الماضي الناقص وكيف يتصريف أفعال اللغة الفرنسية في زمن الماضي الناقص أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وكذلك المجموعة الثالثة ولكن نؤثر الدرس بشكل جيد يجب أن نعلم أين يتموقع زمن الماضي النقص في خارطة الصرف الفرنسي قلنا في دروس سابقة بأن الصيغة الدلالية تتضمن أربعة أزمينة بسيطة واربعة أزمينة مركبة بالنسبة للأزمينة البسيطة نجد الحاضر ولقد رأيناه في درس سابق نجد كذلك الماضي النقص وهو درسنا لهذا اليوم بالنسبة للأزمينة المركبة نجد بالنسبة للأزمينة المركبة نجد في درسنا هذا سنتعرف على زمن الماضي الناقص ونبدأ مع استخدام الماضي الناقص L'imparfait est un ton qui exprime une action qui n'est pas encore achevé dans le passé يستعمل الماضي الناقص للتعبير عن حدث لم يكتمل في الماضي حدث ينتبه حدث لم يكتمل في الماضي إذا كان الماضي المركب كما رأينا ذلك في درس الماضي المركب إذا كان الماضي المركب يُعبر عن حدث انتهى في الماضي حدث قد وقع وانتهى في الماضي فإن l'imparfait يستعمل للتعبير عن حدث لم ينتهي حدث qu'il n'est pas encore achevé et qui se va décrire le décor de l'action ويستعمل لوصف مشهد حدث إذا أرنا مثلا أن نعبر عن حدث وقع في الماضي نعبر عن مشهد أو نصف مشهدا أو نصف حدث وقع فإننا نستعمل l'imparfait الماضي الناقص la répétition dans le passé والتكرار في الماضي التكرار مثلا أقول أنني كل أسبوع أذهب إلى المكتبة في الماضي فإننا نستعمل الماضي الناقص إلى غير ذلك وسنرى بالتفصيل مختلف استخدامات الماضي الناقص في اللغة الفرنسية وننتقل الآن للتعرف والتعمق أكثر في مختلف استخدامات الماضي الناقص قلنا بأن الماضي الناقص يستعمل للتعبير عن حدث لم يكتمل في الماضي حدث غير تام مثلا نقول هنا السماء تمطر لم تتوقف عن المطر إلى الآن إذن هذا الحدث غير مكتمل حدث ما زال مستمرا ويستعمل الماضي الناقص كذلك للتعبير عن حدث مستمر أي حدث يتطلب مدة من الزمن مثلا نقول أي أن بول يأكل عشاءه هنا فعل الأكل يأخذ مدة معينة ليس كفعل لحظي مثلا نقول بول يغلق النافذة إغلاق النافذة يتطلب فقط لحظات لكن فعل الأكل يتطلب مدة معينة يعني فعل هو حدث مستمر حدث يستغرق مدة من الزمن ويستعمل كذلك الماضي الناقص للتعبير عن أحداث متزامنة أي أن هذه الأحداث تقع في نفس الوقت وكمثال عندما كانت أمي تحضر العشاء كنت أنا أراجع واجباتي هنا الفعلين هما فعلين متزامنين أي في نفس الوقت عندما كانت أمي تحضر العشاء كنت أراجع ضروطي للتعبير كذلك عن الأحداث المتزامنة في الماضي الأحداث المتزامنة في الماضي نستعمل الماضي الناقص ونستعمل كذلك الماضي الناقص من أجل الوصف الوصف في الماضي مثلا نقول أي أن الطريق كانت طويلة ويستعمل كذلك زمن الماضي الناقص وكما رأينا ذلك في التعريف من أجل التعبير عن التكرار أو العادة وكمثال أي أنني أمارس أو كنت أمارس الرياضة كل يوم سبت هنا الفعل ممارسة الرياضة هو فعل يتكرر بشكل دوري في الماضي كل يوم سبت إذن للتعبير عنه استعمل الماضي الناقص ويستعمل كذلك الماضي الناقص زمن الماضي الناقص من أجل التعبير عن الشرط وكمثال أي أنني إذا كنت غنيا سأزور باريس هنا الفعل الذي يأتي مباشرة بعد أدات الشرط إذا يصرف في زمن الماضي الناقص ننتقل الآن إلى كيفية تصريف الأفعال في زمن الماضي الناقص كل الناقص أي أن جميع الأفعال أفعال اللغة الفرنسية لها نفس النهايات بدون استثناء في زمن الماضي الناقص أي أنها تأخذ نفس النهايات هذه النهايات هي والتي يجب عليكم أن تحفظوها هي وكمثال نصرف فعل مغشي في زمن الماضي الناقص تصريفه يعطينا لاحظوا النهايات هي نفس النهايات بنسبة جميع الأفعال والتي عليكم أن تحفظوها عنده رقل تُمَرْشَي إِلْ مَرْشَي أو أَلْ مَرْشَي نُوْمَرْشِيونَ يُوْمَرْشِي إِلْ مَرْشَي أو أَلْ مَرْشِي نصرف فعل آخر وهو فعل سنتي جُسَنتَي تُسَنتَي إِلْ سَنتَي أو أَلْ سَنتَي نُوْسَنتِيونَ يُوْسَنتِي إِلْ سَنتَي أو أَلْ سَنتَي وسأريكم الآن طريقة أو حيلة من أجل تصريف جميع الأفعال أفعال اللغة الفرنسية مع دفع الأطر في زمن الماضي الناقص هذه الطريقة هي طريقة بسيطة وستمكنكم من تصريف جميع الأفعال كيفما كانت الطريقة هي أن ننأخذ هذا الفعل الذي نريد تصريفه في زمن الماضي الناقص نأخذه ونصرفه مع الضمير الشخصي الأول في الجامع نو في زمن الحاضر الدلالي هذه هي المرحلة الأولى وننطبقها مثلا على فعل في تصريفه في زمن الحاضر الدلالي مع نو تعطينا نو بولون نو بولون بعد ذلك نقوم بحذف نحذف الأحرف الثلاثة الأخيرة ونعوضها بكل بساطة بالنهايات الماضي الناقص AIS AIS AIT إلى آخر وتعطينا Je voulais Tu voulais Il voulais أو El voulais Nous voulions Vous vouliez Il voulais أو El voulais هذه هي الطريقة نأخذ الفعل نصرفه في زمن الحاضر الدلالي مع نو نحذف نحذف AIS ونضيف النهايات زمن الماضي الناقص وهناك ملاحظة بسيطة أصدقائي بنسبة لتصريف الأفعال في زمن الماضي الناقص هذه الملاحظة تقول Il faut faire attention à l'orthographe de certains verbes أي أننا يجب أن نحضره في كتابة أو تصريف بعض الأفعال هذه الأفعال مثلا الأفعال المتهية بger الأفعال المتهية بger هذه الأفعال تأخذ حرف E مع G و Tu و Il و Il في الجامع لاحظوا أننا أضفنا هنا E ما بين l'radical الشقة الأصلي للفعل و la terminison كذلك بالنسبة لأفعال المتهية بger فإننا نضيف la CD la CD تحت C بالنسبة لج مع ج و Tu و Il و Il كذلك في الجامع وانتبهوا كذلك أصدقائي في تصريف الأفعال المتهية بحروف I, E, R فإن هذه الأفعال مثلا فعل Qui مع Nous ومع Vous لاحظوا أن حرف I مضاعف في الفعل Qui لاحظوا أن حرف I مضاعف ومع Vous كذلك حرف I مضاعف Vous Qui أقدم لكم كذلك تصريف الفعلين المساعدين Être وأفواق في زمن الماضي الناقص لماذا؟ لأنهما يستعملين كثيرا وبالخصوص في الحكي La Nagation وفي الأخير أقدم لكم هذا التمرين البسيط حتى تتمرن أكثر على تصريف الأفعال في زمن الماضي الناقص يقول التمرين كونجوغي لفيرب سوليني أي صرف الأفعال المسطر تحتها في زمن الماضي الناقص أمامكم مجموعة من الجمل هذه الجمل تتضمن أفعال غير مصرفة ومسطر تحتها عليكم بتصريفها في زمن الماضي الناقص ستجدون تصحيح هذا التمرين في صفحتنا على الفيسبوك إلى هنا أصدقائي صديقاتي قريمة هذا الدرس الدرس التاسع والثلاثون من سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية والذي تعرفنا فيه على زمن الماضي الناقص لا تنسوا أصدقائي أن تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتلتحقوا بصفحتنا على الفيسبوك نشكركم على حسن متابعتكم لدروسنا وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة